بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى في كتابه فتح المجيد شرح كتاب التوحيد شارحا قول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في باب قول الله تعالى يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله قال العلامة ابن القيم رحمه الله في الكلام على ما تضمنته وقعت أحد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وقعت أحد اسم للوقعة التي حصلت من الكفار على رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث غزوه في المدينة وحطوا رحالهم وجنودهم وأسلحتهم في هذه الوقعة عند جبل أحد الجبل الواقع شرقي المدينة المنورة وهذه الغزوة اجتمعت العرب عن بكرة أبيهم وجاءوا يغزون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأصحابه رضي الله عنهم ليقضوا عليهم بزعمهم وهذه الوقعة من أشد الوقاع على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين حيث إن العرب جاءوا عن بكرة أبيهم متوثبين ليقضوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى دعوته ولكن الأمر حصل بالعكس الرسول صلى الله عليه وسلم جمع الجيوش من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقابل العدو عند جبل أحد الجبل المعروف شرقي المدينة فحصلت الكائنة وزعموا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قتل عند ذلك حصل على أصحابه من الحزن الشيء العظيم ولكنهم رضي الله عنهم اجتمعوا في وجه العدو ووجدوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم حي يرزق ما مسه أي سوء لأن الله حماه منهم ونصره عليهم فخاب مسعاهم والحمد لله والله وعد رسوله بالنصر على أعدائه دائماً وآبداً في حياته صلى الله عليه وسلم وبعد موته فإن هذه الدعوة فإن هذه الدعوة المحمدية لا يقاومها أحد لأنها لنصرة دين الله والله مع رسوله صلى الله عليه وسلم حياً وميتاً حياً وميتاً فاندحرت قبائل العرب وعادوا خائبين ونصر الله رسوله والمسلمين ولله الحمد والمنة نعم قال العلامة ابن القيم رحمه الله في الكلام على ما تضمنته وقعته أحد فقد فسر هذا الظن الذي لا يليق بالله سبحانه بأنه لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل نعم فسر هذا الأمر الذي هو أمر المشركين نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم فسر بأن الله لا ينصر رسوله وأنه يترك العدو يبطشون به وبالمسلمين ولكن الله خيب ظنهم ونصر رسوله وأصحابه رضي الله عنهم نصرا مؤزرا وعادوا خائبين مكسورين ولله الحمد والمنة لأن الله جل وعلا تكفل بنصرة رسوله صلى الله عليه وسلم فلن يتغلب عليه أحد ما دام الله جل وعلا قد تكفل بنصرته ونصرة أصحابه وهذا حاصل إلى أن تقوم الساعة فدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم منتصرة على من عاداها وكم مر في التاريخ من محاولات للقضاء على دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخيب الله أمر المشركين وكل مرة يندحرون لأن الله وعد بنصرة رسوله صلى الله عليه وسلم حيا وميتا ولله الحمد والمنة نعم قال العلامة نور قيم رحمه الله في الكلام على ما تضمنته وقعة وحد وقد فسر هذا الظن الذي لا يليق بالله سبحانه بأنه لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل وأنه يسلمه للقتل نعم ظن المشركون أن الله لا ينصر رسوله صلى الله عليه وسلم وخاب ظنهم فإن الله نصر رسوله وهذا النصر مستمر إلى أن تقوم الساعة فدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم منتصرة ولن يغلبها أحد ما دام الله قد تكفل بنصرها وكم حصل وكم حصل من محاولات للمشركين لإطفاء دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم وخيب الله ظنهم وفي كل مرة يعودون خائبين في المرة الأولى سخر الله عليهم ريحاً شديدة قلعت خيامهم وأتت عليهم في أنفسهم فتبادروا إلى الرحيل وقد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم لسبر أحوال العدو فجاء رضي الله عنه متنكرا وجلس مع المشركين لما جلسوا قال أبو سفيان إلي يعرف كل منكم جليسة فأخذ بيد من بجنبه من بجانبه قال من أنت قال فلان بن فلان ثم حضر ما أجراه الله على المشركين لأن الله أرسل عليهم ريحاً وملائكة فقلعت خيامهم والملائكة أوقعوا الرعب في قلوبهم فتبادروا إلى رحالهم وحملوها على مركوباتهم وعادوا مسرعين خائفين ونصر الله رسوله ونصر الله رسوله صلى الله عليه وسلم نصراً مؤزراً لا يزال التاريخ يذكره حبرةً للمسلمين وإخافةً لأعداء الله إلى يوم القيامة نعم وقد فسر هذا الظن الذي لا يليق بالله سبحانه بأنه لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل وأنه يسلمه للقتل وفسر بظنهم أن ما أصابهم لم يكن بقضاء الله وقدره ولا حكمة له فيه ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم الله أمر رسوله صلى الله عليه وسلم وأن يظهره على الدين كله وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون هذا هو ظن السوء الذي يظنه المشركون والمنافقون دائما وأبدا ابتداء من وقعة أهد فإن هذا شأنه مستمر من الله سبحانه وتعالى على أعدائه الذين يريدون إطفاء دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم والقضاء عليها وكم حصل على المسلمين من قتال لمحو الدعوة وإزالتها ولا يزيدها ذلك إلا نصراً في هذه الوقعة حصل من العبر والعظات والبشرى للمسلمين ما هو مستمر إن شاء الله إلى يوم القيامة فهذه الدعوة لا تطفى أبداً يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله تم نوره فالله مع رسوله ومع دعوة الرسول ومع المسلمين إلى أن تقوم الساعة نعم وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون في سورة الفتح حيث يقول سبحانه ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظنين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيراً هذا شأن الإسلام وشأن أعدائه أن الله ينصر الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته وينصر دعوته بعد مماته صلى الله عليه وسلم فلا أحد ينال من هذه الدعوة إلا أذاقه الله العذاب الشديد في الدنيا وأعد له العذاب الشديد في الآخرة فدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكن طمسها ولا يمكن التغلب عليها لأن الله تكفل بنصرها إِنَّا لَنَنْصُرُوا يَهِلْ وَظَنُّوا يَنْصُرُهُمْ وَلَا يَخْذُلُهُمْ وَلِجُنْدِهِ بِأَنَّهُمْ وَمَيِّتًا وَمَيِّتًا في وعده إذا صدق العبد في دعوته إلى الله سبحانه وتعالى فهذه الدعوة لا تغلب ولا تطفى إلى أن تقوم الساعة وإن حصل على حملتها شيء فهو بسبب من قبل أنفسهم فيرجعون إلى الله فيعيد الله لهم النصر والتوفيق والتأييد إلى يوم القيامة نعم فمن ظن أنه لا ينصر رسوله ولا يتم أمره ولا يؤيده ويؤيد حزبه ويعليهم ويظهرهم بأعدائهم ويظهرهم وأنه لا ينصر دينه وكتابه وأنه يديل الشركة على التوحيد والباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها التوحيد والحق يضمحلانا لا يقوم بعده أبدا فقد ظن بالله ظن السوء نعم كل من ظن هذه الظنون الفاسدة فإن الله سيخلفها وسينصر رسوله وينصر دعوته من بعده وينصر عباده المؤمنين إلى أن تقوم الساعة نعم وأنه يديل الشركة على التوحيد والباطل على الحق إدالة مستقرة مستقرة أما الإدالة المؤقتة قد تحصل بسبب من قبل المسلمين نعم إدالة مستقرة يضمحل معها التوحيد والحق يضمحلانا لا يقوم بعده أبدا فقد ظن بالله ظن السوء نعم قد يصيب المسلمين مصائب وينتصر عليهم عدوهم لكن هذا موقت يزول سريعا ويعود النصر للدين الله ولرسوله ولكتاب الله سبحانه وتعالى وكما في الأثر لن يشاد الدين أحد إلا غلبه يعني غلبه الدين نعم فقد ظن بالله ظن السوء ونسبه إلى خلاف ما يليق بجلاله وكماله وصفاته ونعوته فإن حمده وعزته وحكمته وإلهيته تأبى ذلك وتأبى أن يذل حزبه وجنده وأن تكون النصرة المستقرة والضفر الدائم لاحظ لاحظ المستقرة وإلا أن المؤقتة قد يحصل على المسلمين شيء من الهزيمة لكنه يزول ويبدله الله بضده هذه سنة الله جل وعلا مع من صدق في عبادته وتوحيده نعم فإن حمده وعزته وحكمته وإلهيته تأبى ذلك وتأبى أن يذل حزبه وجنده وأن تكون النصرة المستقرة والضفر الدائم لأعدائه المشركين به العادلين به فمن ظن به ذلك فما عرفه ولا عرف أسماءه ولا عرف صفاته وكماله هذا ظن السوء الذي ذكره الله سبحانه وتعالى وهو أن يظن أحد أن الله لا ينصر رسوله وينصر دعوته وينصر عباده المؤمنين حتى ولو حصل شيء مما يخالف ذلك فإنه يزول قريبا بإذن الله وتعود تعود الحقائق إلى ما كانت وكذلك من أنكر أن يكون ذلك بقضائه وقدره فما عرفه ولا عرف ربوبيته وعظمته ومن ظن أن ما حصل أو يحصل على المسلمين ليس بقضاء الله وقدره فقد أساء الظن بالله سبحانه وتعالى فإنه لا يجري شيء في هذا الكون إلا وهو بقضاء الله وقدره وحكمته دائماً وآبداً نعم وكذلك من أنكر أن يكون قدر ما قدره من ذلك وغيره لحكمة بالغة وغاية محمودة يستحق الحمد عليها وأن ذلك إنما صدر عن مشيئة مجردة عن حكمة وغاية مطلوبه هي أحب إليه من فواتها وأن تلك الأسباب المكروهة المفضية إليها لا يخرج تقديرها عن الحكمة لإفضائها إلى ما يحب وإن كانت مكروهة له فما قدرها سدى ولا شاءها عبثا ولا خلقها باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار السلام عليكم هذا ظن السوء نعم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ترجمة نانسي قنقر